السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل قصتنا اليتيم والنقيب ويالباب السابع عشر دبج انضتي وتوجهت للغرفة البطني قامت توجعني مو على اساس صرتي باب دا وما تخافين منه والله انا تشدها بأخاف أخاف تحت باب لقيت هذا المفتح للضوة وشفت المفاجر ليت كل عام وانتي بخير بحى عيد ميلاد سعيد يا قوت هاي شنو عابت لكم اجي ليت وحضرني وما ادري ليش بقيت ابتش ما توقعت هاي شم سويلي باسني وقال ليت كل عام وانتي بخير حبيبتي يا قوت اش عجب بدون غلط ليت اضحك اش قلت حيواني شفت ياسر اجا استحيت منه واخرت ياسر هاي شفت شون حامي اضحك يا قوت اش قلت حقي وانا صدقت حشيك ليت انا قلت له هاي ش يقول حتى اضخافين يا قوت ام ليت شنو زعلانة مني بعدش يا قوت بعدين بعدين ليت يعني هاي الهوسة وصاب عنا اش قد نسوي بيه اتالي هاي ش ش ردت فعلي هاي ش ش نو عابت لكم اوي اش قد قاسي يا قوت لا تعيب علي ياسر يوم عودين بس خلينا اكل الكيكة وبعدين اتعاركو ضحى اي والله جوعت جوعت كلش على قولة ديت الوهدة ليت لاش لا تقلدين على مرتي يا قوت هي غير تعلمت منك ليت اضحك يا قوت العدوان خالة ضحى راحت البيت عم محميد لان مريض يا قوت يا سودة علي يا سر ليش يا قوت هسه سامر حالة حالة لو ادري رايحة وياها بعدين ما مكملة حسيت بقى صبيدي يا قوت اوي اتشاقش بيك ليت محظورة هسه لين عيد ميلادش ماريد اسوي هيج المهم قصيت الكيكة واكلنا واخرنا صورة هاي كلها وانا بملارس المدى ساضحة كنتوني الهدايا ياسر الضحى ولمينا الهوسة كلها صعدت فوق دخلت السباحة اول ما طلعت لقيت ليش منتظرني على اتشربايا قتليه يا قوت يما قمزتني ليث ام تعالي تعاي يا قوت شاكو شبيك ليث تعاي يمي يا قوت ليش هتش يتباوع لي رجعت لي ورا هو تقدم علي قال ليث ام اول مرة اول مرة اشوف وحدهاش تطلع من الحمام حلوة يا قوت ام ليث جبت ليش هدية يا قوت اي شنو هي واخر الشعبش مرقوبتش شو ابقي شو ابقى يبوس بيه يا قوت ليث ليث شوفي جبت ليش طلع البي بيها قلالة ذهب لبسنا لبسنا ياها وقال ليث عجبتش يا قوت اي بس بعدي سعلانة ليث ترى الوفوض انا اسعى المو انتي يا قوت لا لا والله فوقاها ليث يا قوت ياغوتهم ليث خلي نستهجه بالعرس والله بعد هواي يا قوت لعد ودراستي ليث شعليها دراستيش يا قوت بس اخلص السادس ليث شي صبرني ثبا بعد هواي يا قوت تحمل عفية الخاطري ليث بس فهميني وين المشكلة تزوجنا وكملتي دراستيش يا قوت خافلته ليث شو تخافين تصيرين حامل ومتقدرين تكملين دراستيش يا قوت شنو ليث شنو شنو شبيتش يا قوت يعني انت ليث انا شنو يا قوت شقد حيوانة وتجذابة ليث هاي شبيتش منو هاي شذابة يا قوت جذبت علي ليث منو بسق الليلي يا قوت يا حبيب اموت عليك والله حتى لو صديق ما راح اعوفك ليث شبيتش تخبلتي احتي شنو ما اعوفك شنو جذبت يا قوت انا احبك ليث وانا اموت عليك بس قليلي شكو يا قوت لا هيك انسه ليث تعايلك والله ما اطلع اللي تفهميني شكو يا قوت قلت لك ماكوشي ليث احتي ولا ضمين علي يا قوت يا قوت بتول ليث شبيهه يا قوت قالت انه انت انت يعني ليث انا شنو احتي يا قوت انت عقيم ليث اضحك صدق عود لو انت شاقين يا قوت والله هاتش قالت هي قالت ليث لحظة لحظة وانا اقول ليش هاتش تباو عيني ماذات وتدرين وتبدين تبتشين اضحك عباليش عود انا تشفقين علي خرب اغلج يا قوت بس هذا الحتي مو صح مو ليث لا يابع شنو سالف اذا تدرين ها هسه نتأكد صح لو لا شنو رأيتش يا قوت شنو غزك يا قوت عزيج قد ما تستحق اطلع ببا ليث تعايي على اساس نتأكد ونجيب توأم ها وش تقولين يا قوت اهو ليش شنو هالحتي اطلع اطلع ليث بس قل لي ليش هاتش حجت علي يا قوت مو عنا مود هذا اخوها يا ليث منه سامة اياب التلكل يا قوت لا ليث خلي اتولي شبيك ليث لا اخلي اكسبها الهاي يا قوت لا تغلطش بيك ولا لو ادري هاتش ما اقولك ليث انا حتى انعى الوالديش يا قوت هاي علي ليث ساكد يا قوت هاك هاي غلطتك ما اريده ليث اذا تنسنعيها مرقبتش اموتش يا قوت ما عليك بيه انا كم مر اقولك اهلي لا تجيب طاريهم ليث مقصدي لش والله اسف كافي لا تبشين يا قوت وخى مني الله وخى ليث تنشبي قلت لش مقصدي اسف حقك عليها تعايا بوسك حتى ترضين يا قوت واخر يلا ليث ما اعوفك لو تموتين والله طلعتي تحبين يهم له حتى له عقيم واضحك يا قوت ساكته ليث كافي لش لا تطنقرين عليها احبك ولغا انا اموت عليك يا قوت اون ليث لا تدلعين تسوين هاتش حركات ترى ما اتحمل يا قوت ليث ليث يا قوت احبك ليث وانا اموت عليك وعلى الله على الله الخلاقش وسواش نصيبي وذات الايام عادي ماكو شي ماكو شي جديد ويوم من الايام شنة بالمطبخة سوي قهوة ليث ودخلت بتول قالت بتول اضحك هاي انتي كنانة يا قوت شنو بتول والله انقهر عليك شانة يا قوت ش عليك بيه ش عليك ش عليك انقهري علي نفسك احسن بتول اضحك ليش انقهر قابل رجلي ابو نسوان وكل يوم يا ويا وحده لو عقيم ليث ليش كلبه بتول ليث ليث انا ابو نسوان يا عاب والله لو مو مرة كان شوفت شو بنسوان شي سوي بيت يا يا قوت هاي شبيك ليث علي كهرك خالة شبيك يمه صيح ليث هاي القندرة بيت القندرة ما تبقى بالبيت بعدد ما اريدها بعد ما اريدها تبقى خالة بس فهمني صاير ليث امشي لك لمي غراضك وولي وحق محمد اذا رجعت وشفتش هنا ما تلومين الا نفسك عاي فيه عافنا وطلع انا رحت ورا ما لحقت بيه والله عايب من رجل هاي ثول كلها بسببه هي راحة البيت الهلوان اسوال افت الخالة كل شي النور بضل بالي علي وراه بغتتصل علي الميجاور من النار للليل رجاء ليث هو الصعد فوق وانا صارت وراه يا قوت لا تضوج وتحرك قلبك حبيبي خلي تولي ليث ساكت يا قوت بس عايب برجل هاي يجي من دواما يلقاها مطودة ليث هو شنوعي بخلي يشوفها بيت ويطلعها مكافي صار انش قد متحملين وصاختها وحوستها هي وجهالها يا قوت اي بس كون مطاردها هاتشي يجي رجلها وتتفاهم وياه مو هاتشي ليث لجلت خبليني اسمعها باذني تحكي علي اشتردين اسويها صفق لها يا قوت لا بس ليث ها هي يا قوت سد الموضوع يا قوت براحتك حبيبي اهنا مشي الى الضواج نفسك ليث لجلت راسي رح ينفجر يا قوت سود علي هسا اجيب لك حبايا ما الوجع راس جبت لها الحبايا وما يشربها وبقيت اسوي راسها بحركات دائرية كيف لما النام الصفقة قعدت من خمسة على مد دوامة قاعدت وجهزت لما الابسة ونزلت بالمدبخ اسوي الى بيوك نزل هو قاعد بصالة يباعت وزران بينما اكمل حطيت الصينية قدامه بدت اقوم قال ليث تاي تريقي وياه يا قوت لا ما اشتهي ليث انشبه تاي على الواح يا قوت لا والله ليث يا قوت يا قوت اي لا الصيح الناس نعمة ليث يلا يا قوت هسا خلي اجيب لي غلاس و اجي هستوينا رحلة المدبخ حتى اسمع صوت الصياح بالصالة